ما إن وطأت قدم هذه الوزيرة مطار عدن حتى تبدت الملامح الجديدة للعلاقات اليمنية الإماراتية التي تتشكل على وقع الاتهامات الدولية للإمارات بارتكاب انتهاكات إنسانية بحق المئات من السجناء المغيبين في سجون سرية وإشارات واضحة لأبو ظبي بالعمل على إضعاف الحكومة الشرعية وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريمة الهاشمي في أرفع مسؤول إماراتي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن منذ بدء الحرب في أجواء تتسق مع المرحلة الجديدة من القبول الظاهر بالواقع الجديد الذي يتشكل في عدن إثر عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته عودة نهائية إلى البلاد وبعد أن هيمن لسنوات البعد العسكري والإملاءات من الجانب الإماراتي في المناطق المحررة من اليمن من بين لقاءات عديدة أجرتها الوزيرة الإماراتية تسلطت الأضواء على لقائها بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري الذي بحث معها التعاون الثنائي في المجال الأمني بصفته الركيزة الأساسية لاستقرار البلاد وللحياة بسكينة وأمان بعيدا عن أياد الغدر الإرهابية التي تعبث بأرواح الناس وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية السباء أهم ما أكد عليه الوزير الميسري في هذا اللقاء ضرورة توطيد ورفع مستوى الشراكة بين اليمن والإمارات بناء على ما تمخض عن لقاءاته مع القيادات الأمنية الإماراتية في أبوظبي من تفاهمات لتطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة غير أن الأكثر أهمية هو تأكيد الميسري ضرورة إغلاق السجون التي تديرها الإمارات في اليمن والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال المعالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف الوزيرة الإماراتية أكدت أن بلادها ستولي الاهتمام بكافة النقاط التي تم مناقشتها وذلك للعمل معا من أجل تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الشرعية في هذه المرحلة المعقدة التي تمر بها اليمن انكشف إذن ما أرادت الأطراف تفادي الاعتراف به رسميا والأمر هنا يتعلق بمصادرة الإمارات للصلاحيات الأمنية السيادية للشرعية وممارسة العنف والتعذيب والتغييب بحق المئات من اليمنيين الأبرياء فيما يراد للحكومة أن تكتفي بالنفي أو التقليل مما يقال بهذا الشأن لأن استمرار الوضع على ما هو عليه بات مستحيلا على ما يبدوه لا لأن الحكومة قوية بما يكفي بل لأن المجتمع الدولي لم يعد بوسعه أن يصمت عما يجري أكثر من ذلك